موسيقى لقبته جماهير الزمالك برجل الازمات وبحلال العقد فكان ملبيا لنداء القلع البيضاء بشكل دائم في كثير من المناسبات التي استعان خلالها النادي بخدماته لقيادة فريق الكرة فنيا من خارج الخطوط محمد صلاح احد ابرز نجوم فريق الكرة بناد الزمالك خلال فترة السبعينات والثمانينات والذي اكتشف موهبته حلم زامورة وهو دون الاثنى عشر عاما ارتبط اسمه كثيرا باسم القلع البيضاء لاعبا ومدربا على مدار نصف قرن مضى وساهم صلاح في عشرة القاب مع الزمالك خلال مسيرته داخل المستطيل الاخضر بواقع ثلاثة القاب بالدور الممتاز واربع بكأس مصر ولقبين لبطولة افريقيا للاندية الابطال ولقبا بالافريو اسيوي كما كان صلاح صاحب الخمسين مشاركة دولية فهو واحد من كتيبة الفراعن المتوجة بكأس امم افريقيا نسخة عام 1986 بالقاهرة ونال صلاح جائزة افضل لاعب في مصر عن عام 1980 وهي الجائزة التي من النادر ان تذهب الى لاعب يشغل مركز المدافع الى انه كان من طراز فريد ومن نوعية سوبر اما عن السيرة التدريبية لمحمد صلاح عقب اعتزاله اللعبة في عام 1988 فحدث ولا حرق حيث يمتلك سيرة ذاتية مميزة مع جميع الاندية التي قادها فنيا وعلى رأسها غزل المحلة والمصر البرسعيدي وبلدية المحلة وقلدي والاتحاد السكندري وغيرها من اندية الممتاز كما خاض عدة تجارب خليجية في مقدمتها تدريب فريقي الوحدة والشعل السعوديين كما تواجد صلاح على رأس الجهاز الفني للزمالك في عدة مناسبات بالاضافة الى شغل منصب المدرب العام للفريق الابيض في اكثر من مرة ولم يكتفي صلاح بالتألق في عالم التدريب بالدور الممتاز بل ساهم في صعود اربع عندية من دور الدرجة الاولى وهم تلفونات بنسويف وبلدية المحلة والنجوم ونادي افسي مصر لينتزع لقب فارس المظاليم محمد صلاح الرجل الوفي الذي يملأ عشق الزمال الكيانة والذي خدم القلع البيضاء مرارا وتكرارا في عدة مناصب فنية وصال وجال بقميص ابناء زمورة تعشقه جماهير النادي وينال قدرا كبيرا من الاحترام والثقة من بين انصار ومشجع الكيان الابيض كأحد رموز واساطير البلانكو اشتركوا في القناة